إيمان مطلق بقضاء الله وقدره وما بين نعي وحداد وصلاة غائب ودع الدول العالم فقيد الكويت أمير البلاد الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح طيب الله ثرى في حداد العمالقة تتحول الأوطان إلى قبلة للمحبين المعزين على مستوى الشعب والقيادات هكذا كان المشهد في المطار الأميري عصر الأمس وفود رفيعة المستوى وحشد من زعماء العالم وقادتها من دول شقيقة وصديقة قدمت واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن نكست الأعلام وأعلنت عدد من الدول والمنظمات الدولية الحدادة وكان نعيها بوفاة أمير دولة الكويت موشحا بمآثر الأمير الراحل وبمناقبه الكريمة زاخر سفارات دولة الكويت في أقطار العالم ازدحمت بالمحبين المعزين على المستوى الشعبي والرسمي وقيمت مراسم العزاء وفتحت سجلاتها لتسطر للتاريخ مناقب الأمير الراحل وإنجازاته في جميع الأصعدة لا سيم الإنسانية سجلات ستحتفظ في متنها قصة عهد تميز بالطيب والعفو والأياد البيضاء بشعر يشدو بأن سموه كان قائدا حكيما حمل هموم شعبه والأمتين العربية والإسلامية وقاد البلاد نحو علاقات أعمق عربيا ودوليا مجسدا نهج الكويت الإنساني الرائد في محيطها العربي والعالمي